اشتركوا في القناة وعرب عن فخره واعتزازه في كلمته الافتتاحية لجهزية الأنظمة القضائية في التعامل مع الجائحة واستعاب الإشكاليات والتحديات الناتجة عنها وتحويل التحدي إلى فرصة في تقديم خدمات وتسهيلات لمستخدمي مرفق القضاء حتى لا تتأثر حقوقهم ومصالحهم وأهمها حق الوصول لمرفق القضاء وتبني مبدأ الموازنة بين حفظ حقوق المتقاضين بالوصول لصرح العدالة وبين حفظ صحة جميع المستخدمي مرفق القضاء فكان الاستعداد التقني والتحول الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية ابتداء من رفع الدعاوة ودفع الرسوم وتقديم المذكرات انتهاء بصدور الحكم وتسليمه للأطراف أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة أضف المستشار عبدالله البعينين أن حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هذا اللقاء الدوري يأتي تأكيدا على التنسيق والعمل المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون بما يلبي طموحات وأمال قادتنا كخطوة مهمة في سبيل تعزيز ودعم التعاون في المجال القضائي أضاف بأن جدول الأعمال يتضمن موضوعات تلبي متطلبات أنظمتنا القضائية الوطنية بصفة خاصة وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول المجلس بصفة عامة تناول الاجتماع منقشة عدد من المحاول المطروحة في جدول الأعمال هذا وقد رفع نواب ومساعده رؤساء المحاكم العليا والتمييز في اجتماعهم السابق توصية بشأن مقترح مملكة البحرين الخاص بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم بإقامة مؤتمر بعنوان تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم في جناح مجلس التعاون معرضي إكسبو 2020 دبي الدولي